بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء دايماً ربنا يجعل أيامكم سعادة ولا يقطع عنكم سعادة أبداً وتبقوا دايماً فرحانين بنعمة الله وخاصةً وإحنا النهاردة بنتكلم في يوم السبت يوم أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم اللي بيبتدوا حياتهم الزوجية واللي عايزين يعيشوا في التجدد الزواجي التجدد الزواجي ده من أكتر الأشياء اللي بتدل على النضوج الأزواج وعشان إحنا عايزين الأزواج يكونوا مستعدين للنضوج ودايماً عندهم حالة من حالات الوصول إلى النضوج بسرعة كنا لازم نفكر في مسألة التمهير الزواجي نفكر في المهارات الزوجية وخاصةً المهارات المركزية في مهارة كده تفتح طائط نور وبركة وتخلي الزواج كده يتلقلق زي المهارة اللي نتكلم عنها النهاردة اللي أشار إليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقاً رضي منها الرضا الرضا الزواجي الرضا الزواجي ده أكتر حاجة بتمتن الزواجي وفي مهارات بقى جملة من المهارات توصلنا للرضا الزواجي منها المهارة اللي أتكلم عنها النهاردة المهارة اللي أتكلم عنها النهاردة أنا بسميها مهارة توسيع البيوت إيه ده؟ وبسميها مهارة تثبيت البيوت تقوية البيوت وبسميها مهارة كمان بصيرة البيوت إن البيوت تبقى عندها بصيرة إيه المهارة الجميلة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة مهارة اسمها مهارة التقبل الزواجي دي مهارة كل البيوت محتاجينها ومحتاجينها بشدة محتاجينها لإن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين أسوأ حاجة أسوأ قرار ممكن ياخده مقبل على الزواج إنه يفضل يدعبس في البنات على اللي شبهه أو إنه يدعبس في الولاد على اللي شبهها وما إحنا بنقول لهم إيه بنقول للمقبلين على الزواج الاختلاف سنة من سنة لله وهي في الحقيقة مش جاية عشان الخلاف ولكن جاية عشان التنوع يبقى إحنا مختلفين وما فيش اتنين كربون من بعض ما فيش اتنين زي بعض بالضبط في كل حاجة عشان كده لازم نستغل التنوع اللي بيننا والتنوع ده اللي بعض الناس بيسموه الاختلاف وأنا بحب أسميه تنوع إيه اللي حاصل التنوع ده بيبقى قيمة إضافية كل واحد بيضيف في الزوج يشوف تنوع زوجته معاه إنه قيمة إضافية ليه والعكس صحيح فمثلا على سبيل المثال هنا بقى التقبل يأتي مكانه التقبل معنى إيه؟ أنني أرى أن ما بيني وبين شريك حياتي ماذا؟ إضافة وليس خصماً في ناس يعتبروه خص إنه لما يختلف عني يبقى خص في حد موافق لرسول الله؟ لا بس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيجي على الجل لزوجاته بلا استثناء إضافة للحياة الأسرية بتاعته يتكلم عن السيدة خديجة فيشوف إن هي إيه؟ إضافة إلى البيت يتكلم عن السيدة عائشة ويتكلم على إن هي إضافة يتكلم على كل زوجاته على إنهن كلهن كن إضافات لبيت الزوجية المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى التقبل بيخلي البيوت توسع والتقبل بيكون للطباع والسمات الشخصية مش للعيوب العيوب بيبقى التقبل لها بنشتغل عليه حاجة تانية وعشان كده لإن التقبل بيكون للسمات الشخصية بنعمل إيه في العيوب؟ بناخد السمات الشخصية الحلوة ونعمل بيها قانون إزاح فتزيح العيوب يبقى التقبل مش للعيوب مش معنى كده إن أنا بقول العيوب دي مش هقبلها وابتدي أعدي بقى في العيوب بتاعته لا 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 أنا بتقبله يعني بقول إن أنا ده حبيبي وده شريك حياتي عشان كل الحاجات الحسنة اللي فيه وساعتها يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى العشرة الحسنة بدأت ممكن الزوجة تكون اجتماعية مثلا وبتحب الخروج والناس والزوج يكون بيتوتي وغير اجتماعي دي بقى العكس بيبقى كتير بس دي لما بتكون موجودة بنشوفها بقى في مجالس الإرشاد الزواجي بتبقى إيه في مجالس الإرشاد الزواجي؟ بتبقى متعبة جدا 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 الزوج شايف إن الزوجة كده إيه ده؟ هي ملها بنات الأصول مش مفروض يبقوا بيتوتيين فيبقى هو متصور كده؟ لا 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 خارس واحدة واحدة وممكن يكون سبب عدم وفاق لو ما قدرناش نتقبله لو هو ما قدرش يتقبل هذا التنوع تاني بقول اسمه تنوع ونتعامل معاه ونخرج أحسن ما فيه ونحوله إلى قيمة مضافة في البيت فالمهارات الاجتماعية اللي عند الزوجة دي ممكن تفيد الزوج جدا 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 والأسرة كلها فتقوم هي بالواجبات الاجتماعية الواجبات الاجتماعية اللي هي مجاملة أهل ومجاملة أهلها الحاجات اللي هو ممكن ما يكونش موجود فيها فهي تكون موجودة فيها وخاصة إن أغلب المجاملات الاجتماعية دي بيكون العنصر الرئيسي فيها ستات فمامتها أختها فتتصل بيهم وتبارك لهم تعمل الحاجات دي فيستفيد هو والبيت يبقى موجامل وإن كان فيه عنص النقص فيه وهو الزوج اللي هو شخص مش اجتماعي بس هي قامت وقامت إضافية بس في المقابل إنه هو لازم يمتني إليها ويعتبر ده نعمة وإن اللي حصل ويساعدها في التفكير بحكمة ويساعدها إن هي تدير علاقتها ويتساعده إن هي تدير علاقتها مع الناس والزوج ممكن بقى يكون مثلا بيحب السفر كتير والزوجة مش بتحب ده فممكن يوصلها لشيء وسط إنه يخليها تستمتع بالرحلات اللي هي تسافر فيها معاه وما تتحولش العبقة عليها بسبب التجهيزات السفر ما إيه لما بتحبش السفر ما بتحبوش لتجهيزات بقى وروح وما عرفش إيه ولم وعزال ومعا كتير فيساعدها الزوج في التجهيزات وأثناء الرحلة يكون هو مشارك ليها دايما وممكن يتفقوا على مواعيد محددة تكون مناسبة لها يسافروا فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إن الكل إنسان طبع وعلمنا إزاي نتعامل معه اطباع حتى لو كان الطبع ده ممكن يشوفوا الناس صعب شوف السيدة عائشة كسرت الصفحة اللي بعض الروايات بتقول إنها كانت لسيدنا مسلمة وبعض الروايات بتقول إنها كانت لسيدنا حفص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن تطبع السيدة عائشة فإيه اللي حاصل حضرة النبي ما صلى الله عليه وسلم ما حاولهاش إلى قضية كبرى وإزاي تعمل كده وينفعل لكن تقبل الصفة اللي فيها للغيرة إن هي غار فرح رسول الله عليه وسلم رح قال إيه كيف تعامل بتقبل مع الموقف قال غارة أمكم فإيه اللي حاصل خد صفحة صفحات السيدة عائشة ودها للسيدة مسلمة أو للسيدة حفصة وقال للصحابة غارت أمكم فالتمس لها العزر ووضح لهم السبب وفي نفس الوقت خل الصحابة ما حدش فيهم ينزل نظرة فيها نقص فذكروا من هي أمهم لأنها أم المؤمنين وأنه يقول لا يجوز حد أنه ينتقس منها إحنا عندنا في العلم شيء اسمه إدارة الطبع وإدارة سمات الشخصية حتى لو عندي طبع زي العصبية مثلا ممكن نديره أو مقطعة كلام المتكلم مثلا أو الإحساس بأن أنا أعرف أكثر من المتكلم أن أنا أبقى شخص وسوقي مثلا عارف كل حاجة فكل ده ممكن أن نديره وفي تطبيق ممكن نشوف مثلا قوله وتعالى إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسه نغير اللي في نفسنا ونفسنا حتى لو فيه طبع الآية بتقول إن الطبع ده تتغير العادة غير الطبع في حياتة إحنا تعودنا عليها وإزاي كأقول لكم أخطر حاجة بيعملها العقل وإحنا مناخدش بأننا عليها إن إحنا بالرب نفسنا إحنا عندنا تربية بتبقى وحشة شوية اللي هي تربية الإنسان على تربيةنا على تعويد العقل مثلا على سبيل مثال أنا شايف إن الكباية دي مش ممكن تشيل أشيل فيها الجرد لكن أنا ممكن أشيل فيها الجرد بأجزاء فيبقى خلاص العقل بيقول ده فما فكرش بأي تفكير إبداعي إن أنا ممكن الكباة دي أشيل فيها وتبقى من القياس لشيء فيه مياه كتير فالعقل يفضل متعود على العادة وما يبتكرش طب ده يعمل فينا إيه؟ يعمل فينا حاجة وحشة أوه إن العادات تمنعنا بشكل واضح من التقبل عندنا عادات والعادات بتتكرر فما نقدرش نتعامل مع بعض بشيء فيه تقبل فزي نعالج بقى الحياة المكررة دي لازم إحنا ننظر لها بشكل مختلف وفيه فرق ما بين حرص الشخص أو شوف بقى الإنسان عنده عادات لو تعملت أنا معها العادات بتاعته بشكل مختلف يتغير زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع العادات ببعض الناس بشكل مختلف زي مثلا إيه اللي نغيره من عاداتنا عشان يخلينا ما نقعش في الغلط فيه كلمة شوية بتدايقني قوي وأرجو أن احنا نشيلها من قمصنا وإحنا متعامل مع الأزواج والزوجات كلمة التنازل أنا مش هقدم تنازلات في الزواج تعالوا نبص للتنازل على حياة تانية مفيش حياة سمعة ما بين الزوج وزوجته تنازل مش معنى كده أنه مفيش إهانة لا فيه ممكن يكون فيه إهانات لكن اللي بيقدمه الزوجة أو بتقدمه الزوجة زي رسول الله لما بيقدم أنه هو أبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهو مش فاضي أنه حضرت النبي يخصف نع له أو يرفق سوه هو بيتنازل من أنه هو بيتنازل كده من مشاغله لا 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 دي مش تنازلات ده اسمها ما يقدمه شريك الحياة لكي يديم الله السعادة بينه وبين شريك حياته مش مش تنازل ده يعني أنت لما تساعد في البيت ولا لما تعمل حاجة ده مش مش تنازل ده اسمه بناء جسول المحبة أنت بنبني حياة سعيدة بينك وبين زوجتك وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن احنا نسمي في الجواز على فكرة ما كانش قصده بس لازم نفهم حديثة رسول الله بالاتساع قال سيأتي زمان على أمتي يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها حضرت النبي هنا ما كانش قصده أن الخمر بس اللي يتم استحلالها بأن احنا نسميها مشروبات روحية مثلا لو قصده أن احنا نيجي لحاجات حلوة نسميها بأسماء وحشة فنتركها ونجي لأشياء وحشة نسميها بأسماء حلوة وإيه اللي حاصل ونحبها منها مثلا أن احنا نسمي الديمومة وما يفعله الإنسان للعلاقة الحسنة بينه وبين شركة حياته يسميها تنازلات مع أن احنا بنعملها مع الأصدقاء وبنعملها اللي هو التغاضي والبزل وتقديم معاني الود والمحبة وما تقضيه العشرة الحسنة بنعمله لكن هنا نسمي تنازلات أنا تنزلت كتير لا ما تنزلتش أنا بنيت بسور كتيرة من المحبة وعشان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش بني آدم ما خلقش لغاية دلوقتي بني آدم لغاية دلوقتي اللي احنا شايفين وأنا أتكلمها لحد علمي ما فيش بني آدم ملوش مفتاح حتى الناس الصعبين حتى الناس الصعبين وعشان كده أقول لكم مثلا الناس الصعبين ما احنا عايزين نعمل مفتاح عشان نتقبل بعض فيه واحد صعب واحد يقول لي أنا جوزي صعب واحدة تقول لي أنا جوزي صعب كتير بتجي يقول واحد يقول لي أنا والله زوجتي صعب ومش عارف أتقبلها هقول له فيه خمس مفاتيح للناس الصعبين أقول المفتاح التأدير أداره أداره ما تخافش من إنه يتمادى أقول لك التعبير اللي بيقوله أداره ما تخافش إنه هي لو هي أداره ما تخافش إنه هي تركب وتبقى أنت جوزي الست أدارها قدرها هتحس ان هي أنثى ولما تحس ان هي أنثى تلين غريب اوي سنة ربنا في الخلق دي قدرها قدريه وما تخفيش مش هيبقى طاغي عليك لما تقدريه هيحس بان هو عنده مسئولية نحوك ان هو يحتويك ايه ده ده عين اللي احنا عايزينه وعشان كده التقدير ده حاجة مهمة جدا ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في التقدير حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم وكان الرسول الله يحسن الحسن ويتغاضى عن القبيح قدر قدر الناس وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي ممكن يخلينا ندخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفقه في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان فهو عارف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ان ده صعب وبيقول ان فيه صعب حد ممكن يستحمله لكن لما بيفتح قلبه بأنه يقول له أنا بحبك أو أن أنا عايز أن حدي يساعد فعلى طول التأدير ده أو أنك أنت عندك شيء جميل وممكن على ده نفهم إزاي حضرت النبي تجنب سموم وأخرج تجنب سموم عبد الله بن أبي بن سلوب وأخرج أحلم في السيدة عائشة من أحب الناس إليك؟ قال عائشة الله فأخرج ما في السيدة عائشة أخرج أجمل ما في السيدة عائشة أخرج إيه؟ أخرج حرصا على العلم فبقى التنشر للعلم مما بين الصحابة كلهم الحاجة الثانية اللي يخلي الشخص الصعب يلين النظام الشخص الصعب بيحب النظام بيحب كل حاجة في مكانه فحاول أن أنت تحافظ على النظام مش لازم تشعره يعني أن أنت عدو وعدو النظام لو حسيته أن أنت عدو النظام ما يتطلع أسوأ ما فيه خلي النظام يمشي بالعكس الحاجة ممكن يكون هو أصلا بيساعدك ممكن يكون عاون لك على الشيطان أن أنت تشوف النظام الحاجة الثالثة بقى التفكير مشترك إيه التفكير مشترك أن أنت وهو تفكره مع بعض وهنا لازم يكون فيه حوار لأن الشخص الصعب عايز يتأكد أن شريكه شريك حياته يعني سواء كان زوجة أو زوجة بيشغل دماغه وهو مسؤول يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ببساطة خالص يبقى أنت تسأله تحاوله بعض الحاجة الرابعة ما تتكلمش مع الشخص الصعب وهو متعصب سيبه هو متعصب سيبه ما تكلموش لأنه هو أصلا متعصب وبيخرج التقل لجواه لو سبته المدة دي في حالة العصبية دي هو هيخرج التقل لجواه وبعد كده ممكن يجي يعتذر الحاجة الخامسة بقى اللي أنت ممكن تستخدمها مع الشخص الصعب النظام كده اسمه يسبط إيه يسبط ده؟ أن أنت تقوله الكلام ده صح ولكن أول خالص تقوله الكلام ده صح ولا حبازة لو قلت له الكلام ده صح وسنة سكات شوية شعارين كده تقوله ولكن فيشعر أنه هو مش بيتهان يشعر أنه هو كلامه مقدر بس فيه حاجة تضاف إليه ولازم تعرف أن الناس الصعبين ما تجيش لما تجي تسألو ما تسألوش سؤال استنكار هو ينفع اللي أنت عملته ده ها خلاص بار هي طلع الولدي الانتقادية هيقولك أيوة ينفع وانت اللي مش فاهم لكن شغل شريط البالغ عنده بأنك أنت تسأله سؤال حقيقي طب المشكلة دي نعمل فيها إيه؟ آه هيبتدي شغل إيه؟ دماغه إحنا ممكن نخرج أحسن ما في الناس لكن بقوانين زي قانون الإزاح كتر خلوم ووسع خلوم زي ما احنا أشرنا في الأول وإيه اللي حاصب؟ الإنسان كل ما بتساعده إنه يطلع أفضل ما فيه بتاقتل حياة الوحشة اللي فيه طب نشوف شوية إجراءات كده تساعدنا في الأمر ده كل ما كان أو الإجراء كل ما كان فيه جلسة ما بين الزوجين يتناقشوا فيها عن الطباعة المختلفة بينهم وإزاي استثمرها عشان تصبح قيمة إضافية كل ما ده كان نقص وأنا بنصحهم النصيحة هنا إن هما يبتدوا إيه؟ لازم يعترفوا بإن هما مختلفين يقولوا كده أنا بقول لهم كلام يقولوا كده أنا عارف إن أنا شخص مش اجتماعي وأنا عارف ده كويس وقد يكون ده مزعج لكي وهي تقول أنا عارفة إن أنا شخصية اجتماعية وقد ده يكون بيسبب لك ضغط أنت شايف إزاي نقدر ما نخليش ده ضغط عليك أنت شايفة إزاي طريقتي دي ما تحسسكش بخنقة ونفضل نتكلم مجرد السؤال مجرد السؤال ومجرد الكلام والحوار بالطريقة دي بيحمل إحساس بالمشاركة إحساس بالتأدير فكل واحد اللي حاصل هو ده بقى فن التقبل بقى إن أنت بتقول له أنا عارف وحسس بيك ومقدر ممكن تشاركني إزاي نخرج من ده تاني حاجة نتفع على بعض الأعمال المشتركة يبقى أول حاجة نعترف بإن طبعي ممكن أول حاجة نعترف إن طبعي المختلف أو المتنوع قد يسبب إزعاج لك أنا عارف إن أنا من طبعي إن أنا بحب بنام بدري وأنا عارف إن أنت شخص ليلي بتحب تسهر وأنا ده بالنسبة لي صعب نحلي ده إزاي فيتفقوا على إن هم يناموا بعد منتصف الليل مش لازم قوي نفتح المسألة غد صراط الفجر في إيه اللي يحصل فيحصل نوع من أنواع التوافق الحاجة التانية مقى خلاص اتفقنا على ده وده ضروري جدا جدا في التقبل تاني بالله عليكم بلاش لفظ إن هي تتنازل شوية وهو يتنازل شوية عشان بعد كده بنعمل إيه؟ بندفع بعض الفواتير ده ما اسموهش تنازل ده اسمه مقتضى العيش المشترك مقتضى العيش المشترك إن إحنا عايشين مع بعض فلازم كل واحد فينا يعمل إيه؟ يساعد التاني على إنه هو ما يضغطش ده مقتضى العيش المشترك ده مش محدش بيتفضل على التاني ده مش تفضل هو ده معنى العيش المشترك ما هذا معنى العشرة وعاشرهن بالمعروف هذا معنى العشرة بالمعروف ولا هي متفضلة ولا هو متفضل إحنا لما اتجوزنا لازم أقول الكلام ده خاصة لحديث العدل من الجواز لما اتجوزنا محدش قال إن إحنا لما يتقفل علينا باب واحد نحن لن نتغير إحنا لازم نتغير أنا ما بقيتش أنا الشخص ما هو ما ينفعش إن أنا أبقى عايز حياتي تتغير أبقى الحمد لله ملكة البيت من غير مدفع أدفع إيه؟ أدفع مقتضى تغير هذه الحياة أنا خرقت من اسم العازم ولا اسم البنوتة إلى اسم إن أنا خراص بقيت زوجة أنا خرقت من اسم العازم والسنجل إلى أن أنا زوج ده وصف ملازم ليه طول ما أنا ماشي في الحياة واحد يقول لي وده وصف تقيل والله ما أحلا بس الناس لما تفهموا صح إن معايا عين معانية معايا حد بيسند معايا معايا حد بيحاج علي واحد يقول لي بس أنا مش شايف ده عشان ما بتطبقش المهارات اللي احنا بنقولها مهارة التقبل أنت واحد بيتعامل مع زوجته على إنه مش قبلها على تزايا تبقى خدمة إضافية واحد بتعامل مع زوجها على إنه هو شخص ضغط عليها وهو موجوده تيل على قلبها لا فلازم من الأول خالص نعود ونتحاور عن الأشياء مختلفة ونعترف أول حاجة نعترف بإن إيه؟ بإن التنوع ده ممكن يضغط على الطرف الآخر وأنا مش عايز أضغطك ومستعد إن أنا أكون شريكك في إنك أنت ما تضغطش تاني حاجة نتفق على بعض الأعمال المشتركة اللي نقوم بيها مع بعض للتقريب بيننا شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيخلي السيدة عائشة تشاهد اللاعب الأحباش شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيشارك السيدة عائشة السباق يسابقها آه هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما شفناهش استخدم السباق مع سيدنا أبو بكر قبل كده قبل ما يتجاوز السيدة عائشة ومشوفناهش حضرة النبي استخدم ده مع السيدة خديجة ما سمعناش بس هو استخدم ده مع مين ايه ده؟ يعني مع السيدة خديجة أنا متصور أنه كان بيتكلم معها بقى عن جمال الأخلاق وعن كرم وعن طبع السيدة خديجة كده السيدة خديجة الكبرى صحبة أكبر أخلاق وأكرم أخلاق عليها السلام إنما السيدة عائشة حركة الحياة بقى فرسود الله تحرك معاه وسابق معاه يبقى رسود الله شاركها بعض الأعمال وهي كمان شاركته بعض الأعمال لما شاركته العلم فبدأت تتعلم منه صلى الله عليه وسلم لغاية ما بقت تنكر على الصحابة طيب حاجة حلوة أوه أوه مشاركة في الأعمال المشتركة تطلع أحلى ما في الاتنين الأعمال المشتركة تخلي الواحد يفكر على إنه أوه تدخلوا طريق صناعة العدوة ودخلوا طريق صناعة الإيه؟ الاندماج ومهلوا صناعة الإيه؟ الاندماج أخذ تالت حاجة الامتنان لكل واحد يمتني للتاني عشان هو نعمة من نعم ربنا نعمة من نعمة الحياة الجواز ده نعمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليه يبقى دي نعمة يبقى إحنا لازم نتعامل على إنه نعمة وياريت كل يوم كل محد رايح وكل محد جاي وأنا عرف ناس كتير بينادوا زوجتهم وفي ناس كتير بينادوا أزواجهم يا نعمة ربنا عليها يا رب يديم علينا نعمة الزواج ويديم علينا نعمة التقبل ويديم علينا المحبة والمودة يا رب دايما خلينا في مددك وخلينا في مودة ورحمة يا سادة هتظل صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسره هي الصفحة الجسر اللي بيكون بينا وبين أحبابنا ونتلقى عليها أسئلتكم ونجاوب عليها ودايما تكون في محبتنا ونكون مع بعض فيها ومعانا الحجة مطارق من القاهرة وده أول سؤال أهلا وسهلا حجة مطارقة تفضلي أهلا وسهلا بك يا دكتور الله يعز حضرتك كل سنة وانت طيب وانت طيبة وفي صحة وفي سلام وفي سعب يعني أنا والله أنا أستي كبير عندي واحد وتمانين سنة لسه شاب وبعدين ويقولهم ربي يا أخواتي يعني لما بابا مات وماما ماته يعني لما ماته وبعدين أخواتي السبيان ماتوا في الظروف اللي حصلت دي ايه وبعدين آآ قلوحتي لأخواتي يعني في بيت أهلي يعني فكان معي شوية حاجات خدوهم وأنا سمحتهم فيها يعني قلت له زي بعضه وبعدين خصموني وما بيقوش يكلموني طب فين سؤالك يا حاجة أكلمهم عشان أكلمهم عشان يبطلوا الخصام ده لا أنا مش عايزهم أصدهم كل ما حد يكلمهم ويقولوا يا عايزة صالحنا وعشان تيجي ما أنا مش حد أنا عمري يا حاجة أنا أكلمهم أنا وخليهم يصلحوك لا أماما أنا مش عايز أتحير عليهم عشان يصلحوني ده فين السؤال حاجة مطارق السؤال بقول لك أمه مخصريني الناس يقولوا الناس عملوا وقالوكم عمل لا أنا أجاوبك وأقول لكم مخصمينك ليه وإن شاء الله سبحانه وتعالى يزيل الكلام ده بص يا حاجة مطارقة لا في عمل ولا في أحزنون الناس دلوقتي بقى عندهم مشكلة الناس بقى مفردنيين يعني إيه فردنيين كل واحد بيبص لمصلحته الطيقة ما بيبصش لمصلحة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقوا عليها اللي هي مصلحة إيه النعمة العلاقات دي رزق فلما يبقى حد عنده أخوات ده رزق لما يبقى حد عنده عيلة ده رزق والله فيه ناس بتدفع ما لا يحصل من الأموال بس عشان تتنسب كذب لعيلة فلذلك يا حاجة بقول لأخوات حضرتك لو سمحتوا بيروا اختكم وأحسنوا وكصلوها عشان ربنا سبحانه وتعالى يوصلكم ودايما تكونوا في سعادة وعنى وما تخلواش تشحت وصلكم لأن انتوا لو وصلتوها ربنا هيوصلكم وعشان ربنا يوصلنا نكمل أسئلتنا ولكن بعد الفصل حضرتكم ومعنا الأستاذة شيماء أستاذة شيماء أهلا وسهلا كل سهلا طيبة أستاذة شيماء عليكم عليكم أستاذة واحدة كاته كل سهلا طيبة وانت طيب يا شيخ منتعمل ايه؟ نعم الحمد لله نعمل الحمد لله نعمل حمد لله مشكلة تفضلي ما فيش مشاكل إن شاء الله ربنا يجعل كل خير أنا دلوقتي عندي مشكلة أنا دلوقتي عندي مشكلة ايه هي بقى؟ السوت بيقطع بس السوت ممكن حضرتك تنتقل إلى مكان تاني أو خليك يعني تحرك شوية بس تمام كده؟ تمام كده تفضلي يا فنت أنا وجوزي بأنش رحلين دلوقتي على خلافات مم متجاوزين من كم سنة؟ طيب هو متجاوزي بقى لي 13 سنة طيب هو دلوقتي الأول ما كانش بيسمعني ما كانش بيتكلم معي خالص كنت أجي أفتح معاه أي حوارات ما كانش بيسمع أي حي كن رفد أي تناقش بيني وبينه ودلوقتي بيسمعك أو لا؟ هو المشكلة دلوقتي إن أنا من كتر ما كنت بتكلم معاه هو كن رفد إن هو يتكلم معي أنا وصلت لمرحلة إن أنا مش عايز أنا لتكلم معي أنا وصلت لمرحلة دي هو مش قادر يعرف يعني إيه أنا وصلت لمرحلة دي إن أنا لرفض دلوقتي تكلم طيب أنا طب يسأليني سؤال عشان أنا مش قادر أمسك نفسي عشان عايز أقولك نصيحة مهمة يا شيماء طيب دلوقتي السؤال إن أنا دلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه أنا دلوقتي مش قادر أتكلمها مش قادر أتعمل ربنا استجاب لي أن أنت تسأليني السؤال أعمل إيه أنا ممكن أجاوبك على طول دلوقتي شيماء أنت في خطر يعني الحالة اللي أنت فيها دي خطر شوية خطر أن أنت تبقي مش عايزة تتكلمي مع جوزك إيه الخطر أنت عارف الخطر وأنا عارف الخطر يعني لازم إذا كان هو ابتدى عايز تكلم هنعمل إيه زي بالظبط لما الواحد يكره أنه بيأكل كل يوم جيبنا يكره فحصل عادة في دماغك إيه اللي عادة في دماغك أن الكلام ما منهوش فايدة حصل عادة في دماغك أن الكلام مش هيجيب نتيجة حصل عادة في دماغك أني طب وفيه ربنا ما جايز ربنا يكون أنا صلاح حاله هتقوليه من ما شفتش حاجة كويسة لا هتشوفي فأنت لو بتسأليني أعمل إيه ابتدى بوقت صير للكلام اتفق معاه وليله عن ابتدى عشر دقائق بس نتكلم عشر دقائق هتلاقي عندك نفس أن أنت تتكلم عشر أوقت تستعجلي ما تستعجليش دلوقتي تقولي لي ما عنديش نفس للعشر دقائق لأ حاول ليتيجي على العشر دقائق دي واطلوب منه أن أنت العشر دقائق تتقسم تلتين وتلت حسب حالتك يعني مثلا لو أنت حالتك عايزة تنفسي عن اللي جواك يبقى أنت خدي سبع دقائق تتكلم أنت فيها وهو يتكلم تلت دقائق نصحتي اوقعت استسلمي للشعور اللي عندك دا الشعور اللي عندك دا بيجيب حاجة اسمها لاحتواء البديل أن أنت لو لو أنك أنت مش عايزة تسمعي هتروحي لحد يسمعك طب أنا عارف أن احنا عندنا أخلاق وأنا عارف أن احنا بنخاف ربنا بس احنا لازم نسد الأبواب الوحشة دي لأن ما فيش دايما بيبقى فيه طرف برا كده اسمه الطرف الخارجي مستني فعشان خطي اتكلمي اتكلمه مدة قليلة تعملي ايه اتكلمه مدة قليلة واطلبه منه أنه يساعدك أن أنت تخرج اللي جواك طب وإيه اللي حاصل وحاولي تخرجي أنت وهو بإيه بإجراء تعملوه من كل حوار لو عملت كده أنت بتعملي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك به أن أنت تعملي ايه فكرة أن أنت تتركي السيء وتبني على الحسن تتركي السيء يحسن الحسن وتغاضى عن القبيح اعملي كده عشان أن ربنا سبحانه وتعالى يحسسك بفرجة ولو عملت كده هو يمتنلك ويحس بأن المسألة في حكمة عندك والحكمة دي بتفتح قلوب الرجالة جدا نعم أستاذة صحر معنا أيوة سلام عليكم يا فدن بالشيخ إزاي حضرتك وإزاي أهل طنطة الله يخليه سعيدة أن أسمعت الصوت أستاذة صحر أيوة يا فنم سعيدة أن أسمعت صوتك استني كده أنا سامع صوتك دلوقتي تفضلي طيب مش أطول على حضرتك أنا جوزي الله يرحمه كأساب ترك بيت في البلد وبيت في الكهيرة وبيت في المحل طيب أنا عايشة في البلد بتاع المحل طيب عمل لي كتب لي الشقة اللي أنا قاعدة فيها كتب هالي بقى وشيرة طيب وكتب لي مخزن في البلد اللي أنا فيه أعيش منه كما عاش طول ما أنا عاشها لإني أنا ما خلفتش طيب تمام الورصة هزوم خادوا مني أوراق السركة وقالوا إن إحنا ما خدنا هاش فاستكينا بعض طيب الجران هم الجران هم اللي وقفلهم في الشارع طيب فهما استكتوني بالشقة حضرتك هو كان كتب لي الشقة بها وشيرة وكتب فيها 200 ألف جنيه طيب حضرتك عارف إن الزوج الزوجة ما بتدفعش للزوج فلوس بس هما في المحكمة عايزين شهود إن أنا دفعت المتين ألف جنيه وأنا ما دفعتش طيب هالطولة تبتل شهود زور طيب يا ستي أول حاجة بس أنت دلوقتي بتقولي هو كتبلك اللي بتاع ده بيع وشيرة صح؟ بيع وشيرة ومتسجل في الشعر العقاري واخد عليك الشيء التوقيع من المحكمة طيب كويس إيه فين السؤال بقى إن هو مكاتب إن هو خد منك 200 ألف؟ تمام كويس يبقى هو قال إن هو حتى لو ما خدش المتين ألف هو كأنه متبرع إن هو ياخد المتين ألف أهم حاجة إن الشهود اللي أنا جايباه أهم حاجة ملكيش دعوا بالشهود الشهود مش هيشهدوا غير باللي شافوه لو الشهود شهدوا إن هو خد منك 200 ألف وهم ما كانوش شافوا إن هو خد 200 ألف هيبقوا شهود زور آه ما تجيبيش شهود هم مالهم أصلا عند المحكمة هو كاتب إن هو خد منك 200 ألف خلصنا على كده سيبك من كلام المحامين اللي ما بيقدمش ويأخر ويخلي بعض المحامين يخلي الناس تقع في الحرام وفي شهود الزور ما تجيبيش حد يشهد بحاجة ما شافهاش هو دلوقتي إنت عندك إن هو كاتب إن هو خد 200 ألف وإنت خدت صح التوقيع وصحة التوقيع كانت لازم بإن هو كان معاكي خلصنا هو مقر إن هو خد منك 200 ألف فالمحامي اللي بيعندك يقول كده وبس ونقطع السطر لكن ما تجيبيش شهود يشهده إن هو خد منك 200 ألف وهم ما شافوش ده لو عملت كده دي شهادة زور آه لكن لو الشهود شهده بإن الراجل ده كتب لك الشقة جرانك كتب لك الشقة آه ده شهود صحيح لإن هو فعلا كتب لك الشقة بس نعم السيدة محسن من القائرة تتفضل آه سألوه عليك يا فضمت الدكتور الحمد لله وإزايك يا حجة محسن الله يخليك الله يبارك فيك تفضلي لو تمحت أنا عايزة تأل سؤال تفضلي الحياة البرزخ أيوة اللي هي حياة في القبر تحت أيوة تحت في القبر الحياة الوسطى أيوة تحت في القبر ولا مع الرؤ في السماء هجاوب على حضرتك لأن يعني كله بيتحلل وبيأخذ العظم يقطف وغضا هجاوب حضرتك طيب تفضل وسؤال تاني لو سمع قولي يلا تفضلي هو الواحد لو تحمل الرجل بتاعه مهما حصل منه حضرتك تتعب تتعب الواحد ربنا هيأجوره خير آه يبقى صابر ويبقى دايما عندنا لطفة المصرين يجيب لك السؤال المهم في الآخر بس كده برضو هجاوب حضرتك يا حاجة محسن إيه الست اللي تصبر على جوزة والراجل اللي يصبر على مراته ده من مكرم الأخلاق اصبروا يا جماعة هو إيه اللي حصل الصبر ده بيطلع أحلى ما في شريك الحياة وانت فكر ان الصبر ده عبقى عليك والله الصبر ده أكتر حاجة أعظم تنقيب تنقب به عن محاسن شريك حياتك لما تصبر على شركة حياتك ولما تصبر على شريك حياتك هيتفتح الأبواب على كل حاجة حسن بس احنا ولكنكم قوم تستعجلون بنستعجل شوية طب ولأنت لو سبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب حاجة تخليك في المراقل عالية وزي بالضبط ما أفضل دينار دينار تضع في أهلك أفضل صبر صبر تضع في أهلك كل العبادات أفضل عبادة اللي أنت تعملها في البيت أفضل من العبادة اللي هتعملها في الشغل أفضل من عبادة اللي هتعملها مع الأيتام آه كده أحضر تناwheel اللي علمنا ده الحياة التانية حياة البرزق بقى الحياة البرزق هي حياة روحية مش حياة جسدين للأجساد بتابلة فالحياة الروحية دي مش هي بتكون في مساحة القبر بس القبر بيتفتح بيتسع على حياة الروح فالمسألة مش مسألة المكان بس المكان ده بيفتح بيفتح على الحياة ما بين السماء والأرض وعشان كده بتبقى الحياة في هذه المنطقة احنا بس عشان مش متصورين لان احنا في الحياة الاولى مرتبطين بالأماكن مرتبطين بمحددات حياة الروح مختلفة تماما عن الرتبط بالأماكن اه في اتصال بالقبر نعم في اتصال بالقبر ولكن حياة الروح يمكن ان تصعد الروح ثم تنزل القبر نعم تصعد الروح ثم تنزل القبر ويمكن ان ينعمها الله سبحانه وتعالى بان تكون عندها من المراقي ولكن اساس هذه الحياة البرزاخية هي القبر بس ما تنساش ان الحياة في القبر هي حياة مختلفة في معانيها عن الحياة وعن محدداتها عن الحياة التي نحن فيها لأنها حياة روحية متسعة وكل ما ننتقل لحياة بننتقل لحياة أوسعة احنا هنا مقيدين بنروح لحياة البرزخ بنشوفها أوسعة وكأن ربنا بيأهلنا عشان الحياة الوسعة في الجنة إن شاء الله فكل ما بننتقل بننتقل إلى حياة أوسعة نعم أستاذ آية من القيارة تتفضل وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ آية حضرتك أنا أشكر سريع البرنانج على أدايا مع أصلاهم جزناها اللهم في النشير جزاك عشان ساعة الأدام أدر رقم السلسين وأنا قلت مشاكيني الصراحة بكل ما اتصلوا جزنا الله في النشير بجد واللوقت أحسن الله لك يا أستاذ آي الله يخليك حضرتك أنا في أي دلوقتي أننا متزيدة الإيه فندي قاعد مجلسيها هو قاعد مجلسيها وقالي فترة هو دلوقتي أتنا عايشون على إيه يكون على مفيد بيت والدي سنساويب له بيت وهو مأقدر خائل فيه فيه طبعا اللي أدين فيها وفيه مجدد فيها يعني سينا اللي عاد أدين وفيه اللي عاد أدين حضرتك باللوقتي السؤال هو بجده جيد وعليه وأصل وشوربه وطهرده وهما أول عمتهم يتنقص فينا يعني يعني يتنقص في طاعة اللي يتنقص فيه يعني الفلوس سانية لأن أنا بسمعك بصعوبة أستاذ آية أنا سمعك بصعوبة لأن الصوت بعيد فأنا سمعك بصعوبة فخليني ألخص اللي أنا سمعته أو أن حضرتك تلخص السؤال أنت لو حضرتك حبيتي أن أنتوا عندكم في المراس في المراس حضرتك عندك بيت وبتخذي من عوائد هذا البيت وبتنفقيه على نفقات الأسرة بتاعتك صحيح كده؟ أوه وهو برجا هو دي سؤال تاني كده إيه؟ هو هو إيه؟ هو مش عام بيشتغل أنا أعمل وهو مش بيشتغل أوه عايش على الفروس الأجومي يعني هو معتمد على فروس المراس اللي بتعود من البيت ومميشتغلش فأنت بتقوليه لإيه أعمل إيه معاه؟ أنا معي ولا عرصة مش عرصة معلمهم عرصة مش مكتبين في حلول كتيرة بس أنا مش عارف هو ممكن يعني يهتم بأي حل منهم من الحلول مثلاً إن إحنا نبيع شيء ونعمل به مشروع من الحلول الكمان اللي عندنا إن إحنا نبتدي نفكر في العمل إن إنتي تقولي له أنا كمان عندي حرص على هذا البيت أنا مش هستنى لغاية ما البيت يتداين وما عرفش إيه وممكن يكون أصدك إن إنتي تحركيه وممكن يكون أصدك فعلاً إن إنتي تعملي عشان تحفظ على هذا البيت طب وهو أنا بكلم بوجهه له كلام أنت بهذه الطريقة وبترك العمل الذي هو شرف العمل هو شرف الرجالة ربنا جعل العمل هو بطولة الرجالة ما فيش حد الست كل أول صفة من الصفات اللي تخلي الراجل يملك قلب الست الساعي النفقة ولذلك ربنا عشان عارف ده يخلي الست كده تحس برجولة الرجل أمرنا بالنفق لينفق ذو ساعة من ساعة النفقة يبقى فأوجب النفق على الرجال لأن السيدات قلوبها تمتلق بالإحساس بأن الرجل لما يعنيها لما ينفق عليها لما يبذل من أجلها يبقى احنا لازم نعمل كده يبقى يا سيدي أنا بقول لحضرتك خليك ساعي أن أنت تحافظ على بيتك وأولادك وتسعى أن بيتك يكون في أمان وما تعددش بيتك وما تخلوش في فتنة أنك تسعى وتعمل وتشتغل لو ما اشتغلتش ما تطلبش من زوجتك أن هي ما تقومش بواجبها وتحافظ على هذا البيت يا سيدة احنا تكلمنا النهاردة هنمهارة من أجل المهارات المهمة للبيت مهارة الوسع زي ما قلتلكم مهارة التمتين مهارة كمان العينين اللي ممكن نشوف فيها تخيلوا كده أن بيت فيه عينين لما كل زوج وكل زوجة يتقبلوا بعض فالرؤية هتتسع وهتشوفوا بكرة أحسن وهتشوفوا كمان جمال الحياة كل ما هتتقبل كل واحد فيكم الآخر كل ما الحياة هتكون أحسن تحاولوا عن النقاط اللي انتو متنوعين فيها وإزاي تحولوها من النقاط ممكن تجل بالشر إلى النقاط تفتح أبواب التكامل التقبل هو أوسع طريق يفتح باب التكامل البيت الكامل هو البيت اللي بيبص بعينين عين الزوج وعين الزوجة ألوانهم المختلفة يا سادة كمان لازم نعمل أعمال مشتركة مع بعض عشان تزيد الأولفة بنا ويا سلام لو حطينا على ده أجمل شهد ممكن تدوقوا القلوب لما نمتن البعض امتنوا البعض لأن كل واحد فيكم نعمة انتو انتقلتم من أصلاب الرجال ويف أرحم النساء عشان كل واحد فيكم يبقى اسمة رحمة ومودة ربنا للتاني احمدوا ربنا على النعمة ربنا سبحانه وتعالى بإني خلاكم أزواج ويلا استثمروا هذه النعمة واشكروها بإني انتو تمتنوا البعض ولئن شكرتم لا أزيدنكم فيزيدكم الله سبحانه وتعالى في بيتكم مودة ورحمة يا رب جعلنا دايما من أهل التقبل وجعلنا من أهل القبول اللهم جعلنا مقبودين عندك وتقبلنا لشركاء حياتنا لكي نكون من أهل ودك وتكتبنا يا رب في ديوان سيجعل لهم الرحمن وده اللهم وده من مودتنا لشركاء حياتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعل بيوتنا تقتر شهدا بالمودة والرحمة يا أكرم الأكرمين